بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم هذا الاول المرض الاخر مرض الشهوات مرض الميل للفجور مرض الافتتان بالغلمان والنساء مرض حب النظر الى الفضائيات والاباحيات والقنوات وما اشبهها كل هذا مندرج في مرض الشهوة الذي قال الله جل وعلا عنه او فيه فيطمع الذي في قلبه مرض فالاول يعالج بالعلم والاخر يعالج بنور الايمان الذي يأسم الله جل وعلا به العبد من الشهوة وبنوا ادم مهما بلغوا من العلم والايمان ضعفا فلا سبيل الا صدق التوكل على الله جل وعلا ولزوم الحق والصبر عن المعصية حتى ترفل في ذياب العافية من الشهوات ومما حرم الله جل وعلا وحتى تعانى على ذلك نابد ان تستصحب امورا اعظمها ان الله جل وعلا توحد من انتهك حروماته وتجاوز حدوده باعظم العذاق والامر الثاني ان لذة الشهوة المحرمة مهما بلغت وسمت فانه الى زوال واضمحلا وانه ما من احد كان رجلا او امرأة الا وسيخلى عنه في قبره وتحل عنه اربطة الكفن ويبقى في قبره يرى عمله ان كان عملا صالحا تزين له في ابها حلة وان كان عملا سيئا كان له في منظر قبيح واسم قبيح فالاول يفرح بما رأى والاخر يتحصر على ما يشاهد كذلك ينبغي العلم ان هذه الجوارح تنطق بين يدي الله وقد انزل الله جل وعلا على عباده لباسين لباسا يشترك فيه البر والفاجر والمؤمن والكافر امتن الله به على بني ادم جملة قال يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وليشا ثم ذكر لباسا اخر هو اعظم واجل لكن لا يعطاه كل واحد ولا تؤتاه كل نفس قال الله جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير فلباس التقوى يستر من فضائح الاخرة لباس التقوى يستر من فضائح الاخرة والناس كما يحشرون يوم القيامة عرا في اجسادهم يحشرون عراتا في افعالهم فيقع من فيرى كل احد العاقبة عمله ويرى ذلك عيانا فبعض العباد لم يأبه بستر الله عليه في الدنيا ولم يفرح به ولم يرفع به رأسا فيفضحه الله جل وعلا على رؤوس الاشهاد ومن العباد من حفظه الله فلم تقع جوارحه في الزلل ولم تزدلف عيناه الى الخطل فهذا محفوظ في اكمل رداء واجمل لباس ورجل دعتهم رأة اذا ناتوا منصب وجمال فقال اني اخاف الله واخرون وقع منهم زلل وكان منهم خطل لكن الله جل وعلا سترهم فقبلوا ستر الله عليهم فلم يحدثوا بذلك احدا ولم يخبروا بذلك نفسا ولم يتباهوا بصنيعهم في مجلس ولم يتعالوا به على اقران ولجأوا الى ربهم يذرفون الدمح وتجروا القلوب ويصلون الليل رجاء الله ان يمحوا ما قد كان ويغفر لهم ما قد سلف ويعفو عنهم ما قد مضى فقبل الله جل وعلا توبتهم ورحم الله حالهم وغفر الله خطاياهم وسترها عليهم يوم يلقونه واصحاب هذا الحال كثير في الناس فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له والله جل وعلا